السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم جميعا في هذه الحصة الثانية من دورة سورة الفرقان وحفظ عشرين حديثا من الأربعين النووية ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا هذه سنبدأ بها اليوم بحول الله نقرأ مع بعضنا نعطيكم الإملاء ثم نستمع إلى بعض القراءة الفردية ثم مراجعة جماعية ثم ننتقل إلى حصة ماذا حصة الحديث وفقكم الله وشد على أيديك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقال الذين لا يرجون لقاء لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا زيد لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاء لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا زيد يوم يرون الملائك مشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محنورا يوم يرون الملائك كتلى مشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محنورا وقال الذين لا يزهد وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائك أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنقسهم وعثوا أتوا كبيرا يوم يرون الملائك ويقولون حجرا محنورا وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير وأحسن مقينة زيد أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر ومستقر وأحسن مقينة زيد أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وقال الذين أن يرجون لقاء أنا لولا من علينا الملائكة أمر ربنا لقد استكبروا في أن أسيروا عتوما كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرئين ويقولون حجرا محجورا وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا مهدان أم منثورا أصحاب الجنة يومئذ خليل مستقرا وأحسن مقيدا يما عندوش كتاب يأخذ كتاب ما تبقوش الكاتعة كيفش بشتبعوا معا خد كتاب ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا زيد ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائك تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائك تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا زيد الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال الذين لا يرجون لقاء لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بسرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه رباء منفورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشحق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الزال ما تقرهاش ما تقول اشتخذت يا ليتني اتخذت من الخاء تمشي للتاء باهي نعودها ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا زيد ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا زيد ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا زيد يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلة من تنهيلا أتفذ كلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني زيد لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني زيد لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإرسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني ثم عن رسول سبيلا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا حيث وليتني يقول يا ليتني أتخذ فلانا قليلا فقد أضلئي عن الذكر بعد إذ جاهلي وكان الشيطان للإنسان حقنا وقال الذين لا يرجون لقاء ألا لو لا تنزل علينا الملائك فهم ربنا فقد استكبروا فينا المسيم مع تورك كبير يوم يرون الملائك كما بشرى يومئه للمجرمين ويقولون حجرا محسورا فإذا ما عملوا من عمل فجعلناه هدافا منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويومك الشعق مستقرا ونزل الملائك تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعذب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتفضت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إجاة أني وكان الشيطان لإنسان قرولا أقرأها في الوسط أقرأ لقد أظلني لقد أظلني عن الذكر بعد إجاة وكان الشيطان لإنسان قرولا صحيح بعد إذ جاءني وكان الشيطان وابح هذاك في الوصل يعني جاءني حركتين وصلا ووقفا وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا زيد وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا قوم يتخذوا قوم يتخذوا يعودوها وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا يا ربي في الوصل ما فيهش مدرة ما تقولش يا ربي لا ما فيهش يا مفهوم وفي الوقف كيفاش نقف عليه يا رب ما فيهش مدرة لا وصل اللو لا وقف مفهوم نعودوها وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين زيد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا زيد وكفى بربك هاديا ونصيرا زيد وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا من المجرئين وكذا بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا من المجرئين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة رجبالك تقول واحدة كيفش تقولوها في الوقف وإن دخل صحيح تتاء المربوطة نقف عليها ها في الوقف مفهوم؟ نعودوها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة زيد وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تغتيلا زيد وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تغتيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقد استكبروا في أنفسهم معتوا عدوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل تجعلناه مجالا منفورا أصحاب الجنة يومئذ فير مستقروا وأحسن مقيلا فيوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملق يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافئين عسيرا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا غيلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان فرولا وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفأوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أذلك لنثبت به فؤادك وردت المان قرتيلا وذكا في الوصل جملة واحدة كذلك ورح كيف توصلها جفها إخفاء ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا زين ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا زين ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الزين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا زين الزين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا زين الزين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا زين الزين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا زين الزين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولا يأتونك بمثل هذا ولا يأتونك بمثل إلا زئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهة مهدا ويشعرهم يا له وأقل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا أذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيات وقوم نوح لما كذبوا بآياتنا فذمرنا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم مننا وقوم نوح لما كذبوا بآياتنا 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 والقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارول وزيرا فقلنا البابا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدهيرا وقوم يوحي لما كذبوا رسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وتمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وتمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا أصحاب الرسل هم معنى قوم من ثمود واضح اللي بعث لهم رب سبحانه وتعالى سيدنا صالح بعث لهم ذم نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى فقتلوه ودسوه في البئر خلوه في البئر غالي حتى أنه مات واضح الرسل اللي هي البئر ماذا معناها الرسل؟ معناها البئر صحيح أصحاب الرسل أي أصحاب البئر الذين وضعوا نبيهم في بئره وتركوه هناك ودفنوه حتى مات وعادا وتمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مقر السوئي فلم يكونوا يرونها ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مقر السوئي فلم يكونوا يرونها هذا إبداء الكمال بارح مقر السوئي فلم مقر السوئي فلم مقر السوئي فلم واضح؟ وفي الوقف مقر السو مفهوم وهذا يسمى بمد اللين المهموز واضح عند الوقف يمد أربع حركات أو ست حركات لا يمد حركتين لماذا؟ لأجل الهمزة أما نحن بشكروها بالوصل ما طار السوئي فلم ما طار السوئي فلم نعودوها ولا قد أتوا على القرية التي أمطرت مقر السوئي فلم يكونوا يرونها زيه ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مقر السوئي فلم يكون لها بل اقطر sat بل كانوا لا يرجون نشورا زيد بل كانوا لا يرجون نشورا زيد بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطار السوئي فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون مفورا أقول هذه بالوصل ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطار السوئي فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون مفورا ولقد أتينا موسى القتال وجعلنا أخاه آمون هذيرا فقلنا اجهنا إلى القوم الذين كذبوا لآياتنا فذمرناهم كجميرا وقوم يوحل لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وزعودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطار السوئي فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون مفورا ماذا بيك تقرأ معايا وتبقى ساكت رأيك حرك شبهتين وقرأ وتفاعلوا على الآيات بيش تحفظ والله ولا نسبة خمسين بالمئة والستين بالمئة من الحفظ في الحصة هو اللي يسهلك الحفظ من بعد والمراجعة والله ولا تبقى شيهاية متخمم فهي تخمم في المقرونة ولا في الكسكس فهي ما زال بك تو تروح للدار وتعبع بها خلينا نقرأ وتو باهي وركزوا معايا يهديكم ربي وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهاذ الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهاذ الذي بعث الله رسولا زين وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهاذ الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهاذ الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها زين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها زين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها هذه هي المدودة هذه المدودة المدودة الطبيعية هذه المدودة المدودة الطبيعية وإذا رأيها ميزان حركتين 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 عودوها أهاذ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها زين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها زين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها زين وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا زين زين وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا زين وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا زين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها زين وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت 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 وضع أرأيت أذن تسهيل وضع قالون سهل هذه الهمزة أصلها أرأيت فتُقرأ أرأيت يحذف رأس الهامزة ويحط فيها نقطة كحلة كبيرة أخذرونها أكبر من النقاط العادي إذا كتسير أرأيت نعودوا مع بعضنا أرأيت من اتقذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا زيد أرأيت من اتقذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون زيد أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون زيد أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا زيد إنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا زيد إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسبوا أن أكبرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كم الأنعال بل هم أضل سبيحا نكتفي بهذا القدر نرجو للصفحة 360 وقال الذين لا يرجون لقاءنا من أول ما بدنا منا في هذه الحصة مع بعضنا وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا حين يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويكونون حجرا محجورا وقبلنا إلى ما عملوا من عمل أجعلناه هباء منتورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق من الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فقد أضلني عن الذكر بعد إهجا أني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهزورا وقال الرسول يا رب إن عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة إذا كان كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك للحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وحقا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا الآباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا أدمرناهم تجميرا وقوم نوحي أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتلنا للقالمين عذابا أديما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكثيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مقر السوئي فلم يكونوا يروا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا غزءا أهالا الذي عفى الله رسولا إن كاد ليضلنا بيهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأمعان بل هم أضل سبيلا صدق الله يعطيكم الصحة قوموا ترحركوا سيقا تحركوا شوي وبشتون شطوة وبعدا نستمعوا للقراءة الفردية إن شاء الله باهم بدلت تسهل ولا بدلت تصعاب سهلة ما هيش صعيف واضح شكرا شكرا شكرا